اشتركوا في القناة وقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجذيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرذق من يشاء بغير حساب بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين بينه محمد وعلى آله وصحبه والتابعين نعم شيخ عبد الله والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الإمام الراغب رحمه الله تعالى في مقدمة تفسيره فصل في العموم والخصوص من جهة المعنى وذلك ثلاثة أضرب عام مطلق وهو الجنس نحو قولنا الحيوان أو الحبوب وخاص مطلق مثل زيد وعمر وهذا الرجل عام من وجه خاص من وجه كالإنسان فإنه بالإضافة إلى الحيوان خاص وبالإضافة إلى زيد وعمر عام والعام إذا حمل على الخاص صدق القول نحو قولنا زيد إنسان وحيوان والإنسان حيوان والخاص إذا حمل على العام كذب نحو الحيوان إنسان والإنسان زيد إلا إذا قيد لفظا أو تقديرا فيقال هذا الإنسان زيد أو الإنسان زيد ويجعل الألف واللام للعهد لا للجنس أو يراد أن معنى الإنسانية كملا موجود في زيد وإذا ثبت ذلك فالمفسر إذا فسر العام بالخاص فقصده أن يبين تخصيصه بالذكر ويذكر مثاله لا أنه يريد أنه هو هو لا غير وكثير ممن لم يتدرب بالقوانين البرهانية إذا رأى عاما مستعملا في خاص صين قدر أن ذلك جار مجرى الأسماء المشتركة فيجعله من بابها وعلى ذلك كثير ممن صنفوا في نظائر القرآن فقال الإثم ارتكاب الذنب والإثم الكذب احتجاجا بقوله لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيم والإثم عام في المقال والفعال وإنما خص في هذا الموضع لأن السماع ليس إلا في المقال وعلى ذلك قال النحياني في الخوف القتال لقوله تعالى فإذا ذهب الخوف سلقوكم والقتل لقوله وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعو به والعلم لقوله فمن خاف من موص جنفا أو إثماء أي علماء وذلك من ظهور سوء التصور بحيث لا يحتاج إلى تبيين وأما الخاص فتفسيره بالعام جائز إذا قصد تبيين جنسه نحو الحرباء دويبة والحرباء حيوان هذا الموضوع من الموضوعات المهمة في التفسير وإن كان المؤلف رحمه الله تعالى كما تلاحظون أغلب الأمثلة أو الانطلاقات انطلق منها من علم المنطق وقد ذكر مثل قوله في العام المطلق قال وهو الجنس مثل قولنا الحيوان في يكون عام يعني عام عموما مطلقا فيدخل فيه أشياء كثيرة يدخل فيه أشياء كثيرة فالإنسان يعتبر حيوان وكذلك الدواب التي تمشي على أربع أو على رجلين أيضا تعتبر كذلك فهذه تعتبر عنده داخل ضمن لفظ الحيوان لأن المقصود من الحيوان ما فيه الحياة أو كذلك الحبوب ثم قال وخاص مطلق مثل زيد وعمر والخاص المطلق الآن هو أنك تطلق اسما محددا على شخص محدد فهذا خاص خصوص مطلق بحيث أنه لا يشمل غيره وإذا قيل زيد فيراد به شخص معين وإذا قيل عمر يراد به أيضا شخص معين فهذان واضحان للعام المطلق والعام الأول خاص المطلق لكن العام من وجه وخاص من وجه هذا الذي قد يقع فيه إشكالات مثل الإنسان فإنه بالإضافة إلى الحيوان خاص يعني بالإضافة إلى الحيوان خاص عندما قلنا الإنسان حيوان فإذا ضفناه الحيوان فهو خاص لأنه كل إنسان حيوان وليس كل حيوان إنسان كذلك قال وبالإضافة إلى زيد وعمر عام فكل زيد أو عمر هو إنسان وليس كل إنسان هو زيد أو عمر فإذا الآن زيد وعمر جزء من الإنسان والإنسان جزء من الحيوان فإذا هناك عموم من وجه وخصوص من وجه الآن ذكر الخاص إذا حمل على العام كان كذبا لماذا؟ لأنه قلنا كما قال نحو الحيوان إنسان الحيوان إنسان نقول الآن هنا لماذا هو كذب؟ لأنه كما قلنا قبل قليل كل إنسان حيوان وليس كل حيوان إنسانا في الإنسان لفظه أعم ذكر بعد ذلك أيضا إذا قلنا والإنسان زيد نفس القضية كما ذكر قبل قليل قال إلا إذا قيد لفظا أو تقديرا فيقال هذا الإنسان زيد يعني كأنه إشارة يراد بها التعين فيكون الإنسان أشبه ما يكون بالوصف الكاشف لهذا الخاص الذي هو زيد أو الإنسان زيد والأل التعريف هنا ليس المراد بها الجنس وإنما المراد بها ماذا؟ العهد قال هنا ويجعل الألف واللام للعهد إلى الجنس أو يراد معنى الكمال في الإنسانية فتقول الإنسان زيد أي الذي يكمل في الإنسانية كما قال سبحانه وتعالى ذلك الكتاب لا ريب فيه فقول ذلك الكتاب والمراد بالقرآن أل هنا للدلالة على الكمال وإلا فهناك كتب غيره فلما قال ذلك الكتاب فكأنه وصفه بهذا الوصف الذي يشترك معه غيره لإرادة الكمال والتنبيه على أنه الذي قد كمل في معانيه وفي ألفاظه فإذا إذا أطلق اللفظ العام على الخاص بهذه المعاني جاز ولم يكن كما قال كذبا قال وإذا ثبت ذلك فالمفسر إذا فسر العام بالخاص إذا فسر الآن مفسر إذا فسر العام بالخاص فقصده أن يبين تخصيصه بالذكر ويذكر مثاله لا أنه يريد أنه هو لا غيره وذي قاعدة من قواعد فهم إطلاقات المفسرين إن الآن مفسر إذا جاءه لفظ عام وفسره بمثال فسره بمثال فهل مراده في تفسيره بهذا المثال أنه هو المراد بهذا اللفظ العام لا غيره أو أنه أراد أن يخصه بالذكر تمثيلا الآن يقول إنما أراد أن يخصه بالذكر تمثيلا وقد ذكر في تفسير البقرة في ألف لام ميم ذلك كتابه لا ريب فيه أشار إلى مثال في ذلك عند حديثه عن الأحرف المقطعة وبيانه أن تفسير الأحرف المقطعة إنما هو من قبيل التمثيل لللفظ العام يقول ومثل هذا بعد أن بيّن أن الأحرف المقطعة إنما يحروف هجائية وأن من قال أن ألف الله اللام جبريل وميم محمد إنما أراد التمثيل لأسماء تنبع من هذه الحروف وليس مراده أنها مخصوصة بهذا دون غيرها وإذا قال أنه يجوزا يقال إن اللام يدل على اللعن والميم على المكر قال لكان يحمل يعني لو قال قائل لكان يحمل ثم قال ولكن تحرى في المثال اللفظ الأحسن كأنه قال هذه الحروف هي أجزاء ذلك الكتاب ومثل هذا في ذكر نبذ تنبيها على نوعه قول ابن عباس في قوله تعالى لا تسلون يوم إذا عن النعيم أنه الماء الحار في الشتاء ولم يرد به أن النعيم ليس إلا هذا بل أشار إلى بعض ما هو نعيم تنبيها على سائره فكذلك أشار بهذه الحروف إلى ما يتركب منها وعلى ذلك ما رواه السدي عنه أي عن بن عباس أن ذلك حروف إذا ركبت يحصل منها اسم الله سبحانه وتعالى فإذا هذا مثال تطبيق ذكره الراغب فيما يتعلق بقضية أن المفسر إذا فسر اللفظ العام بما يشعر التخصيص فإن ذكره له ليس من باب تخصيص هذا العام بهذا المعنى وإنما هو تمثيل لهذا اللفظ العام بهذا المعنى ويكون هذا من اختيار المفسر لهذا المعنى الخاص وليس أنه هو المراد دون غيره لاحظوا عبارة مرة أخرى قال وإذا ثبت ذلك فالمفسر إذا فسر العام بالخاص فقصده أن يبين تخصيصه بالذكر ويذكر مثاله لا أنه يريد أنه هو هو لا غيره إذا هذه قاعدة نجريها على كل لفظ عام وقع ما يظن أنه تخصيص من المفسرين فلا يحمل على التخصيص إلا بدليل أو إلا بقرينة إذا ممكن نقول قاعدة في فهم تفسير خاصة تفسير الصحابة والتابعين كل لفظ عام كل لفظ عام فسره الصحابة والتابعون على صورة الخاص فإنه يحمل على التمثيل إلا إذا وجد قرينة من كلامه تدل على إرادة التخصيص تدل على إرادة التخصيص وهكذا فهم جمهور العلماء تفسيرات الصحابة والتابعين على هذا النحو ثم قال وكثير من من لم يتدرب بالقوانين البرهانية إذا رأى عاما مستعملا فيه خاص صين قدر أن ذلك جار مجرى الأسماء المشتركة فيجعله من بابها وعلى ذلك كثير من من صنفوا في نظائر القرآن وهذا الآن مسألة دقيقة جدا لأن لاحظوا اعتراض أو استتراك المؤلف على من كتبوا في الوجوه والنظائر يقول إن أصحاب الوجوه النظائر أو كثير من من ألف في هذا الباب إذا رأوا عاما مستعملا في خاص صين يعني اللفظ العام مستعمل في أمر خاص فإنهم يحملونها محمل الذي ذكره عن هؤلاء يعني فيه نظر بمعنى أنهم لو كانوا بالفعل قصدوا هذا الشيء فكلامه صحيح ولكن من كتب في الوجوه والنظائر هو يعنى بمعنى اللفظة في السياق يعنى بمعنى اللفظة في السياق فينظروا لمعنى اللفظة في السياق فيذكروا معناها دون أن يحرر تحرير المتأخرين ولهذا نقول إن الراغب رحمه الله تعالى لما كان نظره نظر متأخرين في تحرير الألفاظ والتدقيق فيها وتشقيق المعاني منها استدرك على المتقدمين في علم الوجوه والنظائر وظن منه أنهم يجرون بها ما يعمله هو من التدقيق في المعاني والصحيح أن المتقدمين رحمهم الله لم يكونوا يعنوا بطريقة المتأخرين في قضية التدقيق في هذه المعاني وإنما يذكرون معنى اللفظ في هذا السياق معنى اللفظ في هذا السياق ولهذا فكتب الوجوه والنظائر أوسع من كتب من أن تكون في المشترك اللفظي أو أن تكون في المتواطئ يعني أوسع من تكون من باب المشترك اللفظي أو من باب المتواطئ فيه أوسع من هذا الباب ما معنى أوسع من هذا الباب معنى ذلك أنه قد تتضمن المشترك وقد تتضمن المتواطئ وكذلك تتضمن زيادة عليه فلا يحسن أن أن نحتكم على عملهم بالمشترك ولا بالمتواطئ المسألة عندهم أوسع من ذلك فكل من حاكم عمل علماء الوجوه والنظائر إلى المشترك أو المتواطئ فإنه سيخطئهم وهم لم يكن من قصدهم هذا وإنما كان قصدهم هو معنى هذا اللفظ في هذا السياق ولهذا تتعدد الوجوه بتعدد الاستعمال مع أنك إذا نظرت في بعض الأحيان في بعض الوجوه المذكورة فإنك يمكن أن ترجعها إلى معنى واحد لأن نظرك لغوي ونظره ميش سياقي فمن كان نظره لغوي سيعترض مثل ما ذكر الراغب ولكن من عرف أن نظر علماء الوجوه النظائر السياقي فإنه لا يحسن أن يعترض عليهم بهذا الاعتراض طيب ذكر بعد ذلك قال وأما الخاص فتفسيره بالعام جائز إذا قصد تبيين جنسه مثل ما ذكر قال نحو الحرباء دويبة لما واحد يقول الحرباء ما يعرف الحرباء يقول ما الحرباء فيقال له دويبة فكل دويبة أو كل حرباء دويبة ولكن ليس كل دويبة حرباء فإذا نرى أن نبين جنس الحرباء وهل هي الحرباء حيوان يمشي على أربع أو الحرباء حشرة أم ماذا فيبين له يقول هذا النوع يجوز وهذا أيضا قد يقع في التفسير مثل ما فسر به عكرماء وغيره في قول سبحانه وتعالى وضربوا منهم كل بنان قال الأصابع مع أن البنان هو جزء من ماذا من الأصبع هو جزء من الأصبع فكون يقول وضربوا منهم كل بنان فسر البنان بالأصابع هذا من باب التفسير الخاص بالعام أفضل من الراغب رحمه الله تعالى في هذا الباب الإمام الشافعي في كتابه الرسالة كتب في باب العام والخاص كتابه يستفيد منها المفسر كما يستفيد منها الأصول وهي أكثر عمقا مما كتبه الراغب وإن كان فيما ذكر الراغب أيضا إضافة يمكن أن تضاف إلى ما كتبه الإمام الشافعي وهو أشار إلى جزء من أمر اعترض عليه من جهة ولكنه مستخدم في القرآن من جهة أخرى وهو قوله في العام المطلق لما قال والخاص إذا حمل على العام كذب نقول إن القرآن استخدم العام وأراد به ماذا الخاص وهو من هذا الباب يعني القرآن استخدم العام وأراد به الخاص مثل القول سبحانه وتعالى وهو أشهر مثال ذكره الشافعي وذكره كل من جاء بعده الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فالناس الذين قالوا هو واحد وهو من لعروب مسعود طيب إن الناس قد جمعوا لكم هو أبو سفيان ومن معهم يعني بعد غزوة أحد فالناس الذين جمعوا ليسوا كل قريش ولا هم كل العرب ولا هم كل أهل الأرض فإذن هم في الحقيقة خاص فأطلق على هذا الخاص هذا الاسم العام وهو الناس وكذلك الذي أخبر ليس هو كل الناس وإنما هو فرد واحد فأطلق عليه هذا اللفظ العام وهذا كثير في القرآن وهو مجال للبحث والنظر لأنه قد يختلف بسببه التفسير وقد يكون أحيانا من جهة اللفظ يعني أن يأتي به يؤتى به ملفوظا وعين قد يأتي به ضميرا أو ما يدل عليه مثل قوله من أظلم من منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها فلو نظرنا إلى خلاف المفسرين بدءا من السلف من الصحابة والتبعين واتباعهم وأيضا ختما بالمتأخرين سنجد أنه على قولين منهم من قال إن المراد بهم اليهود أنهم سعوا في خراب بيت المقدس ومنهم من قال إن المراد به العرب وعلى كل القولين سواء قلنا اليهود أو العرب هنا الآن عام أريد به ماذا الخصوص يعني عام أريد به الخصوص فمن قال بهذا فهو عام أريد به الخصوص ومن قال بهذا فهو عام أيضا أريد به الخصوص والخلاف بينهما لا يخرج هذه المسألة أنها من باب العام الذي أريد به الخصوص طيب لأن قوله ومن أظلم ممن منع مساجد الله عام في كل من منع مساجد الله لكن من هو المراد هنا أولا هو الذي وقع فيه الخلاف بين أمو والسرين وعلى العموم باب العام والخاص وما يرتض به من أهم العلوم التي يحتاج إليها المفسر فهي ليست من علوم الفقه فقط التي كتب فيها الأصوليون بل هي أيضا من علوم التفسير بل من صميم علم التفسير من صميم علم التفسير لأنه لا تكاد آية أن تخرج عن تن تكون إما فيها مبحث في العموم وإما أن يكون فيها مبحث في الخصوص ولعل الله سبحانه وتعالى يؤثر في لقاءات قادمة إن شاء الله أن نعمل تطبيقات على مثل هذه الأمور لأن إن شاء الله انقدر الله وانتهينا من تفسير الطبري سيكون عندنا إن شاء الله برنامج في تفسير الإمام الطبري بطريقة أخرى نقرأه بحيث أن نمازج بينها علوم القرآن وأصول التفسير مع شيء أيضا من المنهج أو منهج الطبري بالذات ولأن إن شاء الله بإذن الله نتفق عليه لاحقا سبحانك الله وحمدك نشهد الله أنت نسافر بسم الله الرحمن الرحيم قال ابن جرين رحمه الله في تفسير قراءة على شيخنا رفع الله قدره ونفع به وغفر له ولوالديه والمسلمين قال الإمام رحمه الله وقوله كلا يقول تعالى ذكره ما هكذا ينبغي أن يكون الإنسان وأن ينعم عليه ربه بتسويته خلقه وتعليمه ما لم يكن يعلم وإنعامه بما لا كفأ له ثم يكفر بربه الذي فعل به ذلك ويطغى عليه الرآه استغنى نعم لاحظوا الآن تفسير الإمام رحمه الله في قوله كلا إني فسرها الآن بأنها للرد بأنها للرد وربط ما قبل الآية آسف ما قبل هذه اللفظة بما بعدها لأن بعدها إن الإنسان اللي يطغى الرآه استغنى فقوله كلا هنا الإمام يرى أن هذا العبد الذي يطغى ويستغني عن ربه كأن سبب طغيان كان يقول لماذا يطغى هذا العبد ويستغني وهو يعلم أن الذي علمه وأن الذي خلقه هو الله سبحانه وتعالى ما كان ينبغي له هذا هذا وجه أو هذا الوجه الذي فسر به الإمام رحمه وتعالى هناك وجه آخر على أن كلا هنا بمعنى حقا وتكون للابتداء ودليل من قال هذا يعني دليل من قال هذا أمران الأمر الأول أن الآيات الخمس الأولى نزولها كان مستقلا عما بعدها فهذا يستانس به في انفصال ما بين الجملتين والأمر الثاني أنه لم يقع قبل كلا ما يحتاج إلى رد لأن قاعدة كلا التي تكون للرد أن تسبق بأمر يحتاج إلى رد يعني قاعدة كلا التي تسمى للردع والزجر أن تسبق بأمر يحتاج إلى رد سواء كان قولا أو فعلا يعني هذه قاعدة كلا يعني أن كلّة في القرآن إما أن تكون ابتدائية ثم اختلفوا في معناها لكن من أشهر ما قيل فيها حقا وهو اختيار أبي حاتم السجستاني وإما أن تكون للرد وضابط الأمر أن ننظر إن كان قبل كلا لفظ أو فعل يحتاج إلى رد ثم جاءت كلا فإنه سيكون ستكون بمعنى ماذا الرد وإن لم يأتي قبلها ما يحتاج إلى رد فإنها ستكون ابتدائية بمعنى حقا فإذا نظرنا الآن إلى الآيات قبلها لا نجد أن قبل كلا أمر فيه ما يحتاج إلى رد بل هو تقرير اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم فلو قيل بمذهب أبي حاتم السجد الثاني هنا لكان وجها بل هو لعله هو الأقرب وإن قيل بمذهب إلى الطبري فكأنه ربط ما بعد الآية بما قبلها فجعل الرد لما سيأتي وهذا أيضا مذهب آخر يعني هذا مذهب آخر لكن الغالب على كلا في القرآن كما قلت لكم قبل قليل إذا كانت معنى الرد الغالب عليها أن يسبقها كلام أو فعل يحتاج إلى رد أعطوني مثال لهذا طبعا في سورة تبدأ كلا من سورة مريم كلا لإن لم ينتهي لنسفعا بالناصية في نفس السورة قبلها ما يحتاج فعل يحتاج إلى رد أو ما فيه فيه فعل يحتاج إلى رد فجاءت كلا كلا إن كلمة هو قائلها يعني أغلب كلا في القرآن تأتي بمعنى الرد نعم أي حسب إنسان لنجمع عظامة لا لا ذكب لا هذه طيب في إذن الآن هذه قاعدة كلا أغلبية أن تكون بمعنى الرد يأتينا مسألة وإقضية الوقف على كلا هي تابعة لمعنىها يعني الوقف على كلا تابع لمعنىها إذا قلنا إن كلا للرد يصلح الوقف عليها أو ما يصلح لماذا إذا قلنا هي للرد يصلح الوقف عليها إذا قلنا هي للرد يصلح الوقف عليها لأن نعم انفصلت عما بعدها أصلا فإذا قلنا إن كلا للابتداء بمعنى حقا لا يصلح الوقف عليها فهنا إذن الآن إذا ذهبنا على مذهب الطبر يجوز الوقف وإذا ذهبنا على مذهب بحاتم الشستاني لا يجوزش الوقف وأيضا هذا يفيدنا كثيرا في معرفة متى يجوز الوقف على كلا ومتى لا يجوز لأن مذهب العلماء في تفسير كلا مختلفة بعضهم كلا عنده بمعنى ألا وبعضهم كلا بمعنى حقا وبعضهم كما قلنا كلا بمعنى الرد والزجر والصحيح أنه ينظر إلى السياق ومن السياق يحدد معنى كلا من السياق يحدد معنى كلا وقد كتب في هذا كتابات مستقلة كلا كتب فيها كتابات مستقلة ومثل كلا وبلى ونعم كتاب لمكي بن أبي طالب في الوقف على كلا وبلى ونعم وهي مرتبطة بمعنىها مرتبطة بمعنىها هذا ما يتعلق بقوله كلا نعم سم كيف ما فهمت لي لا إذا قلنا معنى حقا تكون ابتدائية مرتبطة معي حقا إن الإنسان لا يضغى لا لو قلت حقا إن الإنسان لا يضغى هل يحسن تقول حقا وتقف أو بمعنى ألا يصلح نحن ننظر إلى المعنى لأن المعنى هو الذي يحكمنا في قضية الوقف والابتداء كلا الآن للرد لابد شيء مقدر نعم لا السلاحة والسياق يقول ما هكذا ينبغي أن يكون الإنسان أن أنعم الله عليه يعني هو الآن قلب السياق أي نعم في النهاية السابقة هنا يجوز بناء على هذا مدامة للرد هذه مثال في خلاف العلماء في احتماله للوجهين هذه مثال نعم هذه يجوز أن يوقف عليها إذا ذهبت إلى أنها بمعنى الرد ويبتدأ ولا يوقف عليها إذا كانت معنى حقا وهذا يوجد لو رجعتم إلى كتب الوقف الابتداء أو الكتب التي تكلمت عن الوقف على كلا ستجد أنه وقع خلاف بين العلماء في هذا بمعنى أن الخلاف أصلا ليس في قضية هل يصح الوقف على كلا أو لا يصح والخلاف في معنى كلا أولا ثم يبنى عليه ماذا الوقف يعني بناء على مذهب الطبري يجوز الوقف ولهذا هو أيضا فصلها قال وقوله كلا ثم جعله مستقله بعد ذلك وقوله إن الإنسان لا يطغى فتكون كلا جملة مستقلة يعني كلا ليس الأمر كما يفعله هذا الكاثر جميل ثم يقول إن الإنسان لا يطغى نعم أسأل الله عليك وقوله إن الإنسان لا يطغى الرعاه استغنى يقول إن الإنسان لا يتجاوز حده ويستكبر على ربه فيكفر به لأن رعى نفسه استغنت وقيل الرعاه استغنى لحاجة رأى إلى اسم وخبر وكذلك تفعل العرب في كل فعل اقتضى الاسم والفعل إذا أوقعه المخبر عن نفسه على نفسه مكنيا عنها فيقول متى تراك خارجا ومتى تحسبك سائرا فإذا كان الفعل لا يقتضي إلا منصوبا واحدا جعلوا موضع المكني نفسه فقالوا قتلت نفسك ولم يقولوا قتلتك ولا قتلته وقوله إن إلى ربك الرجع يقول إن إلى ربك يا محمد مرجعه فذائق من أليم عقابه ما لا قبل له به نعم قوله إن الإنسان لا يطغى الطبي رحمه الله تعالى هنا قال إن الإنسان لا يتجاوز حده لو رجعنا إلى كلام الراغب لذلك قوله قليل في قضية العموم والخصوص هل الآن كل الناس يتصب بهذه الصفة إن الإنسان لا يطغى أن رأاه استغنى أم هي من صفات الكافر الأصل أنها من صفات الكافر ويؤنس بهذا أن أغلب لفظ الإنسان في القرآن المكي يطلق على الكافر وكذلك أن سياق الآيات سيكون مع أحد الكفار وهو أبو جهل بالذات فإذن هذه كلها قراءة تدل على أن الإنسان هنا لفظ عام يراد به ماذا؟ الخصوص لكن لو وقع من المسلم مثل هذه الصفة فإنه يدخل فيها لكن دخوله هل هو من باب عموم اللفظ أو من باب القياس؟ لا إذا قلنا عموم اللفظ لازم منه أن يكون عاماً في كل إنسان نحن نقول ليس عاماً في كل إنسان فيكون من باب القياس يعني من باب القياس يعني القياس كيف؟ انتبهوا له هذه مهمة جداً في التفسير لأنه عدم إدراكها يوقع كثير من من يقرؤون في التفسير وهم لا يتقنون هذا الباب يوقعوا في إشكال الآن إذا قلنا إن الإنسان هنا هو الإنسان الكافر يعني كلا إن الإنسان الكافر لا يطغى الرأى واستغنى الإنسان لفظ عام يشمل جميع الناس سواء كانوا مسلماً أو كافراً السياق الآن يدل على أن المراد الإنسان الكافر فإذا هذا عام أريد به إيش؟ الخصوص فإذا ليس كل إنسان يطغى إذا استغنى طيب ما دام ليس كل إنسان يطغى إذا استغنى إذا وجدنا مسلماً عاصياً فاسقاً ومسلم يطغى إذا استغنى يدخل في هذا الخطاب أو ما يدخل ما يأتي وحد يقول هذا للكفار فلا يصلح أن نحمله على أهل الإيمان وإنما نقول يدخل لكن دخوله هل هو لأن اللفظ عام أو قياساً بهذه الحال التي من الكافر هنا من باب القياس هو يدخل في وصل الإنسانية لكن دخوله ليس كل إنسان يدخل فإذا لا أدخله أنام لأنه إنسان أولاً أنا أدخله لأنه تصب بهذه الصفة فكونه إنسان قضية أخرى ما لا علاقة يعني أنه أدخله لأنه تصب بهذه الصفة هذه فكرة واضحة أو غير واضحة وصف الإنسانية غير مؤثر هي المؤثر فيها الحال أو الصفة المذكورة لهذا الإنسان الإنسان يضغى الرأى أو استغنى طيب ماذا قلنا ليس كل إنسان فإذن معنى ذلك إذن نحن بحاجة إلى أن نقول إن دخول غير الكافر في الآية ليس من باب عموم لفظ الإنسان وإنما من باب القياس تكون للعهد والعهد هنا احتمالاً إما أن يقال الإنسان الكافر أو أبو جهل على ما قيل في بعض الروايات فيكون أيضاً الإنسان إذا قيل إنه ننزت في أبي جهل فيكون أيضاً من باب العمل ينزل بالخصوص ونقول أن ننبه مرة أخرى وأكد على هذا فهم هذا الأمر مهم جداً في التفسير لأن مهارة المفسر ليست في قضية أن يقول إن اللفظ عام مهارة المفسر أن يقول لا اللفظ ليس بعام بل هو خاص لا يدخل فيه إلا كذا وكذا وكذا هنا تأتي مهارة المفسر فإذا لاحظتم بعض من يتعرض للتفسير يعني خصوصاً في القنوات ولا يفقى هذا الأمر وإذا جاء عند آيات عممها دون أن ينظر يعني جعلها عامة دون أن ينظر إلى أن هذا التعميم فيه إشكال من جهة أو أنه كيف يدخل غير المذكور في الآية فهذا يدل أنه على عدم فقه بأصول التفسير ومنهجية التفسير وهذا الأمثلة فيه موجودة يعني لا يحتاج أن نذكر أمثلة في هذا يعني في من يقع في هذا كمثال لكن أذكر لكم مثال نحن ممكن أن نجح عليه ونطبقه ونفهم هذه القضية ونختم بها الدرس وهي لاحظوا الآن بعض من يستدل بقوله لا إله إلا الله سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق الآن هل هذه الآية عامة أو هي عامة أريد بها الخصوص ننظر الآن كيف نفهم أنها عامة أو عامة أريد بالخصوص نبدأ سلسلة أول ما قال سنريهم آياتنا هل كل الكفار منذهم بعدها محمد صلى الله عليه وسلم إلى اليوم رأوا الآيات في الآفاق وفي أنفسهم إذن خرجت عن العموم طيب لو تنزلنا وقال قائل من باب التمحل قال لا رأوا الآيات وما يدريك أنهم لم يروا الآيات نقول قبلنا سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم طيب حتى يتبين لهم أنه الحق هل كل الكفار الذين رأوا الآيات هل الجواب أيضا؟ لا إذن لا يصلح الآن بناء على هذه الأسئلة لا يصلح أن نقول لأن الآية عامة عمومة مطلقة نأتي الآن إلى المعنى الآخر الآية عامة أريد بالخصوص من هم الذين أريدوا هذه الآية دون غيرهم هم كفار مكة أولا السياق في كفار مكة السورة مكية والسياق في كفار مكة سنريهم أي سنري كفار مكة آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم في الآفاق ما حولهم من الآفاق تدخل هذه القبائل في الإسلام أرضا بعد أرض وفي أنفسهم ما يصيبهم من الأمراض والأعراض هكذا فسر جمهور السلف حتى يتبين لهم أنه الحق هل وجد كافر من كفار مكة مات ولم يتبين له أنه الحق يتيقن فين لا 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 نتكلم عن الأحياء لا الذين ماتوا انتهوا كلاما عن من وجد الكلام عن الأحياء سنري هؤلاء الكفار آياتنا في الآفاق ومسلم حتى يتبين لهم أنه الحق من الأحياء هؤلاء حتى الذين ماتوا تبين لهم أنه الحق بعد أن ماتوا لكن الأحياء تبين لهم أنه الحق أو ما تبين تبين لهم أنه الحق فيؤمنوا آمنوا أو ما آمنوا هل فيه قرشي هل فيه أحد من كفار مكة لم يؤمن ما فيه من يا جماعة الذين وجدوا الذين ماتوا ماتوا تبين لهم العق بعد موتهم الذين كانوا لما فتح الرسول صلى الله عليه وسلم مكة وبعد فتح مكة توفي الرسول صلى الله عليه وسلم هل بقي لما توفي الرسول صلى الله عليه وسلم واحد من أهل مكة لم يؤمن إذا الآية انطبقت عليهم كاملة ومن طبقت ولا لا مترددون متردد آياتنا لا يلزم كل الآيات بعض الآيات لكن الآن الكفار مكة رأوا الآيات رأوا الآيات وما رأوها رأوا ما يؤمنون به من الآيات وما رأوا خلاص انطبق عليهم لا هذه غير ما لا علاقة الآية ليس مساقها هذا المساق يعني حمل الآية على هذا إخراج للآية عن مساقها يعني إخراج للآية عن مساقها الآن السؤال الآن المهم جدا لو آمن كافر لو آمن كافر بنفس الطريقة الذي آمن به كفار مكة دخوله في الآية من باب عموم اللفظ كما يفهم بعض المعاصرين أو من باب القياس ما زلت متردد أنت من هم من هم يا إخوان الله أغفر والديكم في كافر من كفار مكة مات النبي صلى الله عليه وسلم وهو غير مؤمن ما تعرفون السيرة ليش ما زلوا الجزء أي واحد قتل إذا قتل تبين له الحق بعد موت انتهينا منهم ما في أحد يموت إلا يتبين له الحق انتهينا نتكلم منهم أنا نتكلم من بيان التام وهو في منهم من كفر جحود ما لنا السؤال الآن يا إخوة عشانا نفهم الآية فيه واحد من كفار مكة مات النبي صلى الله عليه وسلم وهو لم يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم ما فيه ها كيف فيها لازم قلنا لازم ما فيها نصف فيؤمنوا هذا لازم قلنا لازم الآية بمعنى أنه الآن لاحظوا الآن كفار مكة تبينت لهم الآيات وظهر لهم أنه الحق وظهر أيضا عملوا بلازمها أو جاءهم لازم الآية وهو الإيمان آمنوا لا يوجد كافر من كفار مكة لم يؤمن ممن شهد الرسول صلى الله عليه وسلم أما من مات قبل فتح مكة فهذا أمره آخر أو من مات ومتعلق بسر كعبة وباح النبي صلى الله عليه وسلم دمه فهذا أمره آخر حتى من هرب منهم رجع وآمن حتى من هرب رجع وآمن فإذا الآية تنطبق انطباقا تاما على كفار مكة من آمن من آمن بنفس الطريق يعني وانطبقت عليه الآية من غيره من الكفار فهو يدخل في معنى الآية قياسا وليس من باب عموم اللفظ لأن لما أردنا أن نعمل من اللفظ قبل قليل ما انطبقت ولا لا اتفقنا على الأول أن لا تنطبق على جميع الكفار فإذا إذا وجد كافر انطبقت عليه الآية بهذه الطريق فدخوله في الآية من باب القياس وليس من باب تعميم اللفظ هل الفكرة واضحة خلص لا 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 يلزم لا يلزم نعم كل كفار مكة الذين بقوا في الذين بقوا إلى فتح مكة كلهم آمنوا تعرف أنت واحد ما آمن خلص يعني كلهم آخرهم صفان ابن مية الذي توقف في الإيمان حتى بعد فتح بعد غزو الطائف لا بعد غزو الطائف ورزوه السلام استعار منه كما تعلم أما ما بقي أحد من كفار مكة من قريش لم يؤمن حتى الذين هربوا وراجعوا وآمنوا الذين ماتوا ماتوا نتكلم عن الذين ماتوا لكن الله سبحانه يعني تتكلم ماذا قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون طيب هل تنطبق قل يا أيها الكافرون على أبي سفيان يعني لو واحد يتمح يقول الله يا أبو سفيان آمن فكيف يقول قل يا أيها الكافرون لا أعبدوا ما تعبدون وأبو سفيان آمن إذن هو حديث عن الكافر حال كفره فقول قل يا أيها الكافرون أي حال كفركم لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عبدون ما أعبد أما إذا آمن خرج مسمى الكفر فكذلك هذه الآية حتى يتبين لهم أنه الحق فيؤمنوا فإذا آمنوا خرجوا من هذا الأمر انتهوا وهذا كما قلت فيؤمنوا هو لازم الخبر وليس منصوصا في الآية والذي فاهمه جماعة أو نص عليه جماعة المفسرين ما الذي يمنع أن نقول الإعجاب في الهدفية ما قلنا لا أنا أفهم قصدي أنا أقول لو وجد لأن أنا قلت لك قبل قليل المفسر هو الذي يعرف كيف يدخل هؤلاء الأفراد في معنى الآية إذا دخلوا باب العموم فهذا يدل على ضعف في منهجيته إذا قال لا هذه الآية لا تعمم وإنما من حصل منه كذا وكذا فدخل على رأي بن زيد طبعا ليس على رأي الجمهور على رأي بن زيد ألذاب إلى المراد بالآفاق والأنفس كذا فنقول دخل على رأي بن زيد في معنى الآية قياسا أيضا واضح الفكرة أين كيف لها أثر في المعنى لها أثر في المعنى وفي من ينطبق عليه وهي العبرة هل العبرة بعموم لفظة وبخصوص سبب كلام الدائر بين العلماء هل العبرة بعموم لفظة وبخصوص سبب هو ينطبق في هذا المعنى يذكره قبل قليل طيب نختم بهذا سبحانك رب وحمدك نشهد الله لنا سبحانك بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلنيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجذيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب